السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع شرح وحل كتاب الدراسات الإسلامية للفصل الدراسي الثاني واليوم مع قسم الفقه والدرس الأخير الخامس فيه من الوحدة الثالثة التبكير إلى الصلاة فضل التبكير إلى الصلاة عن أبي هرية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء الأول أو ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ما معنى هذا الكلام يا أبنائي معنى هذا الكلام أن لو علم الناس ما في النداء الأول أي عندما يؤذن المؤذن الأذان الأول وما في الصف الأول في الصلاة لاستهموا عليه أي لاقترعوا عليه حتى يقفوا في الصف الأول ولو يعلمون ما في التهجير لستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والعتمة هي صلاة العشاء والصبح أي صلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا أي حبوا على اليدين وهذا دليل على الأجر العظيم في التبكير إلى الصلاة من خلال هذا الحديث أستنتج فضل التبكير إلى الصلاة وأكتبه أمام رقم واحد فضل التبكير إلى الصلاة هو الأجر والثواب العظيم من الله عز وجل عن أبي هرير رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمح الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن المحافظة على الصلاة والتبكير إليها يمح الله به الخطايا ويرفع به الدرجات بكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة من خلال هذا الحديث أستنتج أهمية التبكير إلى الصلاة وأكتبه في رقم اثنان هنا أن التبكير إلى الصلاة يمحو ويغفر الذنوب ويرفع الدرجات إذن التبكير إلى الصلاة من خلال هذا الحديث السابق أنه يمحو الله ويغفر الذنوب به ويرفع به الدرجات نشاط ثلاثة بالتعاون مع مجموعة أعدد العبادات التي يمكن أن أفعلها إذا بكرت إلى الصلاة إذا بكرت إلى الصلاة يمكن أولا أن أصلي صلاة تحييت المسجد هذه من العبادات إذن صلاة تحييت المسجد أيضا إذا بكرت إلى الصلاة يمكن أن أقرأ القرآن إذن قراءة القرآن إذا بكرت إلى الصلاة أيضا يمكنني الدعاء الدعاء المستجاب بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب أيضا يمكن أن أذكر الله الإكثار من ذكر الله هذه من العبادات أيضا وذكر الله يكون بالتحميد والتهليل والتكبير والتسبيع إذن هذه عبادات يمكن أن أفعلها إذا بكرت إلى المسجد أن أصلي تحية المسجد أجلس في المسجد وأقرأ القرآن أدعو الله أذكر الله وهكذا التقويم أي الفعلين أفضل ولماذا المبادرة إلى الصلاة من حين يسمع المؤذن أم الحضور إلى الصلاة بعد سماع الإقامة الأفضل أن أبادر إلى الصلاة من حين يسمع المؤذن أي عندما أسمع المؤذن أبادر إلى الصلاة هذا أفضل إثنان أختر الإجابة الصحيحة أول ما يشأل عنه العبد يوم القيامة هو الزكاة أم بر الوالدين أم الصلاة أول ما يشأل عنه العبد يوم القيامة هو الصلاة إذا صلحت صلحت باقي الأعمال وإذا فسدت فسدت باقي الأعمال فالتزموا بها يا أبنائي أذكر ثلاثة أذكر اثنتين من فضائل التبكير إلى الصلاة من فضائل التبكير إلى الصلاة محو الذنوب ورفع الدرجات أيضا من فضائل التبكير إلى الصلاة الأجر والثواب العظيم من الله عز وجل هكذا أعزائي نكون قد أنهينا مادة الدراسات الإسلامية كلها موجودة على القناة على قناتنا Smart Education تابعونا ليصلكم كل جديد ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته